مرحبا و اهلا و سهلا فيكم مراتين من ارتو فونتنج بهذه الحلقة لأول مرة سوف نتحدث عن سكاكير و سوف نتحدث عن ارن الغازال اللي بلوه لها الستقاط متل ما حكينا انه نحن بهذه الحلقة سوف نتحدث عن الستقاط اول شيء سوف نتحدث عن تاريخ هذه السكينة هذه السكينة هي اساسة تركية سوف تصنيع اول شيء بالتركية عيام العثمانيين و كمان اذا تعرف حدا ارمنة الارمن لما انتهجروا وقت المعارك وقت الحروب كان معهم من هذه السكينة لماذا؟ لأن هذه السكينة جدا ماكنة معدنة جدا قاسة يعني قاسة كفاية لا تقدر تتحمل اي شيء تاني اي شيء بالطبيعة اي شيء يعني ظروف طارقة و تنسن كيفما كانت يعني بالجلد بالحجر بأي شيء ممكن تنسن فكانوا يهربوا فيهم كان هي اساسة تركية بعد ان نقلوا معملها على المانيا ورجعوا من المانيا لقلو على ساوت افريكا اللي هي بيقلولها اوكاري سكينة الاوكاري سكينة كثير حلوة ماكنة بينا عليها اقديمة جدا في كتير ناس بيلعبوا فيها بفكروا ان بيعملوا بان داما نحنا اتكتش بالأفنام المصرية كانوا اتبين انه هي تبعية الشباب الحارة المشكلجية اللي بيعملوا مشاكل او الصيع مثل ما بقولوا بمصر بس هي فعليا لا هي سكينة شخصية للحماية الشخصية او للاستعمال الشخصي واجمالا هي اكتر شيء كما ممكن تستعمل للكامبنج بايامها لانه ماكن فيها التصاميم الجديدة اللي موجودة هلا نوع المعدن طبعها هو كاربون ستيل اللي هو اقسى واحسن من الستيل لانه اقسى بيجي شوية وبالسن اسهل ولكن في مشكلة صغيرة هايدي السكينة انه اقل شير طوبة او عرق او شو ما كان يكون دغر على السريع بتسود كاربون ستيل اجمالا هيك لانه حتى التلبيسة تبعيتها رخيصة اصلا كلها منعب من هايدي السكينة من السكينة رخيصة جدا تجي بتسود فبدك دائما تعتني فيها يعني بدك تحافز عليها بعنا ضفطة هنعمل شوية زيرة ألعاب نلعب فيها بس قبل ما نحكي فيها من نحكي شوية عن كيف تعرفها اذا كانت النوعية المنيحة او لا او النوعية الأصلية او ليش أصلية صار في كتير تصميم عنا صار في كتير معامل بتصنيع منا ان كان بصين وبغير دوبال تاني اجمالة بتتطلع باطرافة بكون مبرومين برم الصينية بتجي لأ بتجي شوي فيها حروفي من هون اوكي كذلك الخشب حسب مدالة كل واحدة خشب على الشكل واجمالة بتكون خشب شوية أمتاً بتجي من السوف أفريكا بيجي كمان معدانة شوية أقصة وبتجي فيها ثلاثة نجوم انه أنا عنه طارو بشي فيها هده التصميم فيها من هون بيجي فيها ثلاثة نجوم دائما بتكون شايكوا على خشب ما يكونوا مفسخ ما يكونوا مكسر ما يكون فيه فراغ تتأكدوا انه هيدة من هون المسمار من هون انه ثابت ما فيه فراغ لانه اذا فيه فراغ ممكن مع الوقت تفرط السكينة واجمالة ما انتجي بتجي كتير قاسي في اجمالة فيه ناس بيطاروه بيشدوا شوية صغيرة من هون حتى تصير شوية أطرا انا بفضل اضعوا بزات ومع مرور الوقت هي لحالة تصير تطرا كل مرة تفتحها وتسكرة بتصير بتصير شوية مع الوقت اطرا ما فيني امنعك انه شوية تشد عليها بس انا ما بنصح لانه اذا شدت عليها شوية صغير انتزيت فخلص بدك تجيب واحدة تانية او بدك ترجع تشتغل عليها والانجل تبعها هذا هو اللي بيخليها هاي يعني هيدا الهون انحضار اللي في هذا الشكل اللي فيه من هون هو اللي بيخليها تصير قاسي فبدك يعني فيه طريقة كتير دقيقة لتقدر تشتغلها لتقدر تصبط معك ترجع تشد فيه كثير لناس بالعلوم بهذه الطريقة حلوي فيه عطارة متعوطة شوية فيه عطارة متعوطة حلوي فيها عطارة متعوطة شوية سكينة جميلة تستعملها للقص مكني جدا بالقص دبح الطيور اجمالا هذه السكينة اللي بيحملوها بيحبوها لتاريخة اكتر من انه فعاليطة يعطيكم الف عافية بشوكم بحلقة جديدة زال الله رضي